السلام عليكم من المتابعون الكرام شكرا لكم أيها الطيبون شكرا لكم لقناة السيمونيوز نشكركم على التجاه نشكركم على التحفيز وأتمنى الله سبحانه وتعالى أنا أكون عند حسن ظنكم وعند حسن طلعاتكم ونقول للمنخرين المشتركين الجدد مرحبا بكم في عالم السيمونيوز إذن بسم الله والله نتوكل أيها الطيبون الكرام كما ترون نحن نقف أمام يعني برج محمد السليس التحفة والأيقونة الهندسية والمعمارية تحفة يعني تهم المملكة المغربية بصفة عامة وتهم مدينة سلا بصفة خاصة فكما يعلم العديد منكم الإخوة البرج متواجد بمدينة سلا البرج متواجد بمدينة سلا هالطريقة الإخوة تظهر أمامكم هذه هي التي تتأدي بك إذا أردت تبشي المرجان عبر قنطرة مولى يوسف تتبشي نيشان أما إذا كنت يبغي تبشي الطريق الساحل يعني يبغي تبشي البحار أو يبغي تبشي الكازا كما سنقول إحنا فتبشي تل الرأس وأتلقى واحد الفروج دينا ما يتكون شعر بالخضر تشدي الدكلي من وغير تبقى غادي مع الطريقة المائية تبقى نوجد الاختيارات تتلقى عندك اختيار إذا بغيت تدوز بجنابات المصرح الكبير أو إذا بغيت تبشي تل الرأس وأتدر واحدة الرمب وأنت ما تتلقىها قدامك وقدامك وتبقى نتعدي ما تشد لي من ديلك الإخوة وأتدوز أسفل قنطرة الحسن الثاني ومن ثم وانت غادي في الطريق الصحيلي حتى الكذا بإذن المولى عز وجل هذا البوقع لإخوة تدر أمامكم هذه البوقع اللي كان فيها عليكم اللي كانوا تشتغلوا على شارع ولي العهد هو الشارع الآن تدر أمامكم ولي غالين نزوا منه الإخوة وليه الهدف منه في الحقيقة في هذا الفيديو حيث كان بعض الإخوة اللي يقولوا لي وأخي السيمو أنت سبق لك وصورت لنا شارع ولي العهد فالإخوة بعض الناس يتسألوا تقول لك أبغينا نعرفه المقاهي والمطاعم المتواجدة بشارع ولي العهد والرهالين فين كينا لأنه كان بعض الناس الإخوة ما تبغيوش أو ما بغووش المقاهي والمطاعم اللي تبغيوش في مارينا علاش يقول لك حنا أبغينا شي بلصان ما يكونش فيها الصدع ما يكونش فيها الصدع مارينا كما تنعرفون لناس يجبوا ليداتهم ومتيكون لدي تلعاب تيكون بزر الحويج كينا ستبغي شوية الهدوء يعني أقريبة من الواد كما اللي نلجو عبتني الإخوة والإطلالة للواد رمشي هي الإطلالة على البحر أو على مارينا فكينا الإخوة هنا في هذا الشارع للولي العيد هناك بعض الستثمارات يعني ليزوينا صراحة هناك البينيش مثلا صالدو الطي أو كما نقول وحنا مقهى كينا الإخوة كذلك يعني صالدو الكونفيرانس لدينا صالدو الكونفيرانس لدينا صبا لدينا ريستوران كذلك رغالي تشوفوا الإخوة في الكلوب الكلوب الملاكي أو الكلوب الملاكي للرياضات البحرية وكذلك الإخوة لدينا فندق الدوليز كذلك الإخوة اللي فيه هو مقهى وفيه جو بونس ريستوران وبلن ننسى الإخوة كذلك يعني عشاق ماكدونالد إذا الإخوة لا بدنا تحتو شوي على الشارع بالنسبة للنس لم تتعرفوش شارع ولي لعدة الإخوة للشارع اللي يعني أزيل عنه الغبار يعني الشارع كان منسي للأسف شديد كان منسي الإخوة هو طريق حيوي وشرايا حيوي الإخوة بالنسبة للناس اللي تبغيوا يدخلوا المدينة الثلاء تكونوا جايين يعني من المدينة أخرى وخصوصا إلا كانوا جايين عبر الطريق السيار فهذا الطريق هو طريق حيوي كان في أحد الوقت مهمول إخوة الشركات وفي مقدمتهم أليك شغلوا على الشارع وكما تتشوفوا ممشى الراجل الآن من اليمين ومن اليسار الإضاءة العمومية كتتشوفوا يعني كل بوتو في جديد البولات بولات تدولنا على الشنطي وبولات تدولنا على ممشى الراجلين كذلك تم الزراعة تلك الأشجار لأينا راكي ما قلت لكم مرعا تجاهين على الجهة اليوم وجهة اليسرى وقع توسعة الطريق الإخوة كما تتشوفوا معي تشوير الأرض يتشوير على الجانبات فالحمد لله هذا الشارع أصار وأصبح من أجمل الشوارع وأصبح فيه على الآن يستحق أن يطلق عليه اسم شارع ولي العهد إذن أيها الطيبون الكرام لنؤطي لعليكم كثيرا وللإشارة الإخوة هذه الشارع راه فيها كذلك شنو الإخوة فيها شنو فيها أخي السيمو راه فيها الإخوة الوكالة وكالة تهي الضفتي أبي رقرق فإذا الإخوة هات الشارع كذلك الإخوة شارع جميل وشارع اللي سنشوفه معي في القدم لله الإخوة ركين فيه حتى ماجي بارك للأسف شديد واحد المتنفس اللي كان دي السكان دي المدينة سلا يعني كان واحد لك الابنس اللي تجي الوليدات يلعبوا ولعائلات كل هذا ولكنه للأسف شديد أغلق تغلق يعني ربما يعني صاحب المشروع فشل في تسيره مادلي ماديا ولكن إخوة ننتظر إن شاء الله بإذن للسامية العليم أن يأتي مستمر ويقوم بافتتاحه مجددا إذا الإخوة سأترككم فقط مع فاصل موسيقية أما الآن ما تدرك أمامكم مرة هو المصرح الكبير لمدينة الرباط والإطلالة للودي الإخوة صراحة تكون إطلالة جميلة إذا الإخوة أترككم مع فاصل الموسيقي وأتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تبخلوا على أخوكم سيمونيوز بالضغط على زر الإعجاب مرة أخرى أتمنى لكم فرجة ممتعة ولذلك الحين أسألكم الله على أمل لقاء بكم قريبا كان معكم أخوكم سيمونيوز من مدينة سلا وبالضبط من شارع وللهد وهذا الإخوة درال اليسار هو ماجي بارك للأسف شديد أتى مستثمر ربما يعني صيني كان قد استثمر فيه أسأ يعني ربما أظن هذه السنتين حاول أن يفتتحه لكن لا أدري المشروع فشل يعني تم افتتح المشروع يوم واحد يعني كان يتحول الإخوة صراحة يعني السميتو الأكوا بارك صراحة تم افتتحه يوم واحد ثم تم إغلاقه وهذا المشروع مغلق ننتظر بإذن الله عز وجل أن يأتي مستثمر آخر كما قلت لكم الإخوة وانشط لنا هذا المشروع لأنه فعلا كان متنفس للعديد من سكان مدينة سلا وسكان مدينة الربط إذن إخوة تحية لكم ومتقعنا في فيديوهات أخرى عما قريب وإلى ذلك وإلى ذلك الحين أستعود لكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر